موسيقى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السابعة صباحا بتوقيت الجزائر أهلا بكم مشاهدين إلى أولى نشراتنا الإخبارية ومعكم صهايب حريكان بداية أقام رئيس الجمهورية السيد عبد المجيدة تبون مساء أمس بقصر الشعب بالعاصمة الجزائر أقام مأدبة عشاء على شرف رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني والوفد المرافق له هذا وكان رئيس الجمهورية السيد عبد المجيدة تبون قد خص أمس ضيف الجزائر رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني خصه باستقبال رسمي ببهو مقر رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية وبعد تحيته للعالم الوطني استعرض تشكيلة من الحرس الجمهورية أدت له التحية الشرفية ليصافح بعدها السيد رئيس الجمهورية أخاه الرئيس الموريتانية ويأخذ صورة تذكالية للصحافة الوطنية والدولية وذلك قبل أن يرافق رئيس الجمهورية السيد عبد المجيدة تبون ضيف الجزائر رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني إلى مقر رئاسة الجمهورية بعدها أجرى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيدة تبون أجرى محادثات على انفراد معانا نظيره رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة السيد محمد ولد الشيخ الغزوانية المحادثات بين الرئيسين السيد عبد المجيدة تبون ونظره السيد محمد ولد الشيخ الغزوانية توسعت لتشمل وفدي البلدين وقد شارك في هذه المحادثات التي جرت بمقر رئاسة الجمهورية عن الجانب الجزائري وزير الداخلية والجماعة المحلية والتهيئة العمرانية كمال بالجود ووزير الطاقة والمناج محمد عرقاب ووزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان ووزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق ووزير التكوين والتعليم المهنيين ياسين ميرابي والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلب المؤسسات المصغرة ناسيم ضيافات وعن الجانب الموريتاني حضر المحادثات أعضاء الوفدي المرافقي لرئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني هذا وأشرف السيد رئيس الجمهورية ونظره الموريتاني على مراسم التوقيعية على خمس اتفاقات تعاون ومذكرات تفاهم تخص قطاعات التعليم العالي والبحث العلمي الصحة التكوين والتعليم المهنيين وقطاع المؤسسات المصغرة أولا اتفاقية تعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي الموقعون عن الجانب الجزائري السيد عبدالباقي بن زيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن الجانب الموريتاني السيدة آمال سيدي ولد الشيخ عبدالله وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي برنامج تنفيذي للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي لسنوات 2022-2023-2024 الموقعون عن الجانب الجزائري السيد عبدالباقي بن زيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن الجانب الموريتاني السيدة آمال سيدي ولد الشيخ عبدالله وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي بروتوكول اتفاق تعاون في مجال الصحة الموقعون عن الجانب الجزائري السيد عبدالرحمن بن بوزيد وزير الصحة عن الجانب الموريتاني السيدة طالب أولسيد أحمد وزير التشغيل والتكوين المهني مذكرة تفاهم في مجال التكوين المهني الموقعون عن الجانب الجزائري السيد ياسين ميرابي وزير التكوين والتعليم المهنيين عن الجانب الموريتاني السيد الطالب السيد أحمد وزير التشغيل والتكوين المهني مذكرة تفاهم في مجال المؤسسات المصغرة الموقعون عن الجانب الجزائري السيد نسيم ظيافات الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة عن الجانب الموريتاني السيد الطالب السيد أحمد وزير التشغيل والتكوين المهني وفي تصريح صحفي أعقب المحادثات أكد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تابون مع نظره الموريتاني السيد محمد ولد الشيخ الغزواني أكد أن العلاقات بين الجزائر وموريتانيا عريقة وتعرف تطورا لافتا ازدادت وطيرته في المدة الأخيرة بفتح المعبر الحدودي البري بين البلدين بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم على سيدنا محمد وخامة الرئيس وأخي الشقيق يسعدني أن أرحب بكم مجددا أخي محمد والشيخ الغزواني وقد سمحت لنا هذه الزيارة الميمونة لإجراء محادثات تارية وكانت فرصة للتطرق للعديد من جوانب التعاون الثنائي والعلاقات بين البلدين الشقيقين بصورة عامة والحمد لله أن علاقات البلدين عريقة وتعرف تطورا لافتا ازدادت وطيرته في المدة الأخيرة بفتح المعبر الحدود الذي أصبح بالفعل جسرا للتواصل بين سكان المنطقة الحدودية وضاعف من مستوى تبادل تجاري وهو مكسب هام للبلدين تعزز بإنجاز آخر وهو اللجنة الثنائية الحدودية التي استحدثت مؤخرا برئاسة وزيري الداخلية التي صهرت على التعاون في المناطق الحدودية ومتابعة التنسيق الأمني فخامة الرئيس لقد حققت علاقات التعاون والشراكة بين البلدين مكتسبات في العديد من المجالات وهي تستحق اليوم توفير شروط ترقيتها وتدليل ما بقي من الصعوبات للوصول إلى التنمية المشتركة والمستدامة التي نتطلع إليها جميعا ويحق لنا في هذه السنة التعبير عن ارتياحنا الكبير لأن زيارتكم أتحت لنا فرصة إطراء الإطار القانوني المنظم للتعاون الثنائي من خلال التوقيع على جملة من الاتفاقات شملت العديد من القطاعات تمهيدا لتوسيع التعاون إلى ميادين أخرى وتهيئ الظروف لرجال عمال والمتعاملين الاقتصاديين للمساهمة في الدفع بالتعاون الاقتصادي والتجاري وبناء شراكة قوية وضرورة البدء في إنجاز طريق تندوف زويرات من جهة أخرى وفي ثنا يتبادل الأراء الأفكار مع أخي فخمط الرئيس محمد الشيخ غزواني حول راهن علاقاتنا الأخوية تم استحضار محطات من تاريخنا المشترك وصفحاته المشرقة وكيف كان علماء الجزائر من مختلف المدن والحواضر يسافرون رغم المسافات والمشاق إلى بلاد شنقيت للتعليم وللعلم وعلاوة على العلاقات الثنائية المتميزة بين شعبين فإن زيارة فخمط الرئيس محمد الشيخ غزواني شكلت سانحة لتبادل الرؤى ووجهات النظر حول مختلف المسائل التي تهم بلدين ومجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات اهتمام المشترك خاصة الوضع في ليبيا وفي منطقة الساحل بالإضافة إلى العمل العربي المشترك الذي حضي في محدثنا باهتمام خاص لا سيما وأن الجزائر ستحتضن قريبا القمة العربية والتي نأمل أن تكون قمة جامعة وموحدة للصف العربي وبطبيعة الحال وفي ظل سياق الدولي المتأزم تطبعه التحديات والتهديدات تطرقنا إلى أولوية تضافر جهودنا وتنسيق مواقفنا وأود هنا أن أشير إلى تطابق وجهات النظر حول هذه القضايا وتوافق مواقفنا بشأنها وبهذه المناسبة أود في الأخير أن أؤكد مرة أخرى لأن الجزائر ستبقى حريصة على توطيد علاقاتها الأخوية وتوسيع مجالات التعاون بالتمكين لديناميكية جديدة تعزز الشراكة التي نتطلع إليها خدمة لشعبين الشقيقين وللمنطقة شكرا على كراميسك وبدوره أكد رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني أكد أن الزيارة الدولة التي يقوم بها إلى الجزائر مثمرة وبناءة وستسمح للبلدين بالارتقاء بعلاقات التعاون إلى مستوى الأخوة والصداقة التي تربط الشعبين الشقيقين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله عن نبيه الكريم أود في البداية أن أشكر أخي وصديقي فخامة الرئيس عبد المجيد تبون على الدعوة الكريمة وأن أعرب له عن عميق اغتياحي والوفدة المرافقة لي بما حضينا به من حفاوة استقبال وكرم ضيافة جزائريتنا صلة إنه لمن المعلوم عندنا جميعا أن علاقات التعاون بين بلدين الشقيقين واسعة ومتنوعة ومتجذرة في التاريخ كما أشار له الآن رخامة الرئيس عبد المجيد ونحن الآن نعمل على تعميقها والارتقاء بهذه العلاقات لتكون على مستوى الأخوة والصداقة التي تربط شعبين الشقيقين لقد شكلت هذه الزيارة فرصة لترسيخ علاقات التعاون هذه وقد تجلى ذلك في توقيع العديد من الاتفاقيات الاتفاقيات التي حضرناها قبل قليل في مجالات مهمة مثل التعليم العالي والصحة والتكوين المهني والتشغيل كما شكلت هذه الزيارة فرصة للتداول حول القضايا الثنائية وحول أبرز القضايا الدولية والإقليمية التي تهم بلدينا وإجمالا فقد كانت هذه الزيارة زيارة مثمرة وبناء جددنا خلالها عزمنا المشترك على مضاعفة الجهود سويا من أجل الدفع بالتعاون بين بلدينا إلى مستويات أكثر تنوعا وأكثر رسوخا خدمة لمصلحة شعبين الشقيقين ومغربنا العربي الكبير وأمتنا الإسلامية عموما شكرا هذا وقد ودع رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون ضيف الجزائر رئيسي الجمهورية الإسلامية الموريتانيا السيد محمد ولد الشيخ الغزواني لدى مغادرته مقر رئاسة الجمهورية متوجها إلى مقر إقامته بالجزائر حيث قص ضيف الجزائر أثناء مغادرته لمقر الرئاسة بمراسم تشريفية في التعاون الجزائري الموريتاني دائما تم أمس بمقر وزارة الأشغال العمومية التوقيع على اتفاقية تعاون بين البلدين في مجال المنشآت والأشغال العمومية اتفاقية التعاون التي وقعها وزير الأشغال العمومية كمال ناصري مع وزير التجهيز والنقل الموريت لمحمد أحمد أم حميد تتضمن إنجاز طريق بري يربط بين مدينة تندوف وأزويرات تعزيزا للتبادلات التجارية والاقتصادية بين البلدين في موضوع الآخر في خرجة دعائية بعيدة عن المعطيات والمؤشرات الاقتصادية الحقيقية حاد البنك العالمي عن إطاره المؤسساتي فهاجم في آخر تقرير له الجزائر برعونة ممارسا أبشع صور الدعاية المغرضة بتشويه الواقع الاقتصادي للبلاد خدمة لأجندات معادية متنبئا بحدوث زلزال مدمر وأفاق قاتمة للبلاد عبدالله بوزاري والمزيد عن أي زلزال يتحدث البنك الدولي في تقريره الذي ظهر أقرب إلى الدعاية منه إلى الاقتصاد أي منطلقات واقعية بنى البنك الدولي عليها تقريره الأخير حول الوضع الاقتصادي للجزائر هل استند هذا البنك كمؤسسة دولية مسؤولة على التحليلات الموضوعية المبنية على مؤشرات موثوقة ذات مستقية الأسئلة كثيرة وعلامات الاستفهام تطرح حول خلفيات هذا التقرير الدعائي المجحف في حق الجزائر ذلك أنما جاء مثلا في آخر تقرير لصندوق النقد الدولي كمؤسسة دولية مالية رائدة يضحظ بشكل قطعي جميع هذه الأراجيف لأنه لامس الواقع دون مبالغة ولا افتراء ولا تضخيم صحيح أن جائحة كورونا وضعت جميع الاقتصادات العالمية في الزاوية لكن الجزائر تمكنت من المرور بسلام من الضيق المالي الذي تعيشه كثير من اقتصادات الدول النامية التي تعيش حالة اختناق حقيقية استقرار الاقتصاد الجزائري خلال هذه الفترة الحرجة راجع إلى الإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها السلطات العليا للبلاد إجراءات تنطلق من وضعية مريحة بفضل عدم المديونية الخارجية وتتأكد حالة التناقض التي طبعت تقرير البنك الدولي حين تكشف توقعة خبراء صندوق النقد الدولي عن انتعاشة مستمرة للاقتصاد الجزائري من خلال الانخراط في نموذج مستدام والتوجه نحو تنويع مصادر الدخل ويتضح أن البنك الدولي تغاضى أيضا عن ذكر التحديات التي رفعتها الجزائر في ظل مرحلة اقتصادية حرجة ميزها تفشي جائحة كورونا بتحقيقها لأول مرة فائضا بقيمة واحد مليار دولار أمريكي في الميزان التجاري ويأتي هذا التقرير كمسعى لتشويه صورة الجزائر وإدخال الشك في نفوس الجزائريين لا سيما بعد صور الوحدة والتآخي التي شهدها الوطن مؤخرا عقب تتويج المنتخب الوطني لكرة القدم بكأس العربي للفيفا من جهاته صنف برنامج الأغذية العالمية التابع للأمم المتحدة الجزائر صنفها الأولى إفريقيا في مجال الأمن الغذائي وفي دراسته الأخيرة حول الفقر التي تنشرت مؤخرا على موقعه الإلكتروني صنف برنامج الأغذية العالمية التابع للأمم المتحدة الجزائر في فئة البلدان التي تقل فيها نسبة الأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية عن 2.5% من العدد الأجمالي لسكان وذلك خلال الفترة الممتدة بين سنة 2018 و2020 حيث يعد البلد الوحيد في إفريقيا الذي لم يتعد هذه العتبة في الانشغال الصحي الآن وفي تطورات الوضعية الوبائية بالبلاد بالجزائر تم تسجيل 335 إصابة جديدة بكوفيد 19 وثمان وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة فيما تمثل 219 مريضا للشفاء وهذا حسب بيان لوزارة الصحة دوليا في المغرب هنأت الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع هنأت فريقها القانونية على نجاح المحاكمة الرمزية ضد الدولة المغربية والمطبعين التي نظمتها يوم السبت الماضي بالعاصمة الرباطة والتي قضت فيها بإدانة الحكومة المغربية على اتفاقها مع مجرمي الحرب والتطبيع مع عصابة إجرامية مطالبة إياها بإلغاء ذات القرار وكل ما ترتب عنه من اتفاقيات وتقديم اعتذار أعلني للشعب المغربي أمام البرلمان كشفت المنظمة العالمية لنزهة المالية جلوبال في آخر تقاريرها عن تهريب 600 مليار درهم من المغرب خلال عشرية 2009-2018 عبر فواتير وهمية ما يعكس حجم الفساد الذي ينخر الدولة المخزنية في وقت يعاني فيه الشعب المغربي الفقر المتقى في الشان الصحراوي نفذت وحدات من جيش التحرير الشعبي الصحراوي أمسي نفذت هجمات جديدة ضد تخندوقات قوة الاحتلال المغربية بقطع أو سردوى المحبس وهذا حسب بيان عسكري صادر عن وزارة الدفاع الصحرانية أخيرا وفي الرياضة تعرف أمسي ممثلاء الكرة الجزائرية في منافسة رابطة أبطال إفريقيا على منافسيهم حيث أسفلت القرعة التي جرت أمسي بالقاهرة عن توجد وفاق سطيف في المجموعة الثانية رفقة الرجاء البيضاوي المغربي وحرية كوناكري الغيني وأمازولو الجنوب إفريقيا في حين يوجد شباب بلوزداد في المجموعة الثالثة رفقة الترجي والنجم الساحلي التونسيين وغوانغ غالكسي البوستواني وفي كاسي الكونفيدرادية الإفريقية سيكون ممثلة الجزائر كل من شبيبة الصابرة وشبيبة القبائل في المجموعة الثانية رفقة أورلواندو بيرانس الجنوب الإفريقية والاتحاد الليبي وبأخباري الرياضة نختم هذه النشرة قدمناها لكم من الإخبارية الجزائرية نشكر لكم طيب المتابع أعد وألقاكم عند موجزة تاسعة لكم منا أطيب المنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة